وصل النائب العام إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة وذلك في زيارة رسمية تأتي تعزيزا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين يشمل برنامج زيارة حضور حفل هام تنظمه السفارة بمقرها بالعاصمة الفرنسية لاسترداد قطعتين أثريتين قدت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر ومعاقبة المتهم في القضية التي تعد واقعتها واحدة من سلسلة جراء منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات كما سيشهد برنامج زيارة عقد لقاءة ثنائية رسمية بين نائب العام وأبرز القادة القضائيين بالعاصمة الفرنسية ترجمة نانسي قنقر